شراكة عراقية أمريكية تصل هذه المرة إلى خطوط الكهرباء بعد أن فتحت خطوط الحوار الاستراتيجي الباب بتعاون وثيق بين بغداد وواشنطن في السنوات الأخيرة مذكرة التفاهم مع شركة جنرال إلكتريك تقول الحكومة إنها تحقق أهداف برنامجها في تطوير قطاع الكهرباء ترتفع أمال العراقي بتطوير المنظومة في مجال الانتاج وزيادة الكفاءة سيما أن الكهرباء في تطوير قطاع الكهرباء لها حديث مفصل من خيبات الهجمات على أبراجها على يد السلاح المنفلت وعلى صعيد مباشر تعلن أمريكا بصريح العبارة على لسان سفيرتها في بغداد تثمين الشراكة بمنفعة للاقتصاد العراقي سبقها الناتج الإيجابي لمفاوضات الوفد العراقي مع نظيره الأمريكي قبل أيام حول ضبط ومراقبة الدولار والشروط المصرفية التي تخدم السوق التغيير المفاجئ كما وصفه سياسيون بين بغداد وواشنطن سيما موقف واشنطن حيال حكومة السودان المنبثقة عن الإطار التنسقي أعطى تلميحا واضحا لتوافق يعكس خطوط واشنطن في الاستمرار بالبحث عن شراكات مع الحكومة العراقية من باب أولى لها يفتح الطريقة على تبادل المصالح المشتركة أمنيا واقتصاديا ما يعني بحسب مراقبين أن المصالح المتبادلة بوجهة نظر عراقية يجب أن تصب في خدمة الشعب الذي يرفض أن تنعكس الحسابات الخارجية على أرضه وهو ربما بحسب محللين ما وصلت إليه واشنطن بقناعة العمل مع الحكومة في حال أرادت مد يدها نحو تطور العلاقات وتفعيلها كمشارعة موية على أرض الواقع